السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي شفنا في فيديو سابق كيفية عمل سكان مسح ضوئي لكتاب عندك أو صورة عندك وتحولها إلى ملف بيدي إف كذلك دمج أكثر من صورة أنت التقدتها لكتاب معين في ملف بيدي إف واحد بترك لك رابط الشرح أو رابط الفيديو الآن بالأعلى أو بصندوق الوصف أسفل الفيديو الفيديو اليوم بإذن الله حيكون مفيد جدا لك أيضا الشرح حيكون على جوال الآيفون سامسونج هواوي بدون أي تطبيقات عندك صورة أو أكثر من صورة في ألبوم الصور حابب تحول صيغتها إلى بيدي إف وتدمجهم كلهم في ملف واحد وعشان تفهمني أكثر مثلا عندك صور أطفالك عندك صور رحلة لك عندك صور متجر لك بضاعة عشرة صور مية صورة مليون صورة عندك في ألبوم الصور حابب تكون هذه الصور كلها ملف بيدي إف واحد عن طريق جوالك بدون أي تطبيقات خارجية أو حتى لو صور كتاب أو محاضرات أو اختبارات إيش ما كان بعض الأصدقاء يرسلو لك صور عن طريق الواتساب أو التليجرام حابب تجمع هذه الصور كلها في ملف بيدي إف واحد يعني تحويل صورة إلى ملف بيدي إف ودمج هذه الصور لملف بيدي إف خلينا نشوف في هذا الفيديو كيفية عمل هذه الطريقة بكل سهولة من خلال جوالك طيب يا أخوان نبدأ نقول بسم الله ونبدأ معاكم بجهاز الآيفون ندخل ألبوم الصور نحدد مثلا أكثر من صورة على سبيل المثال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع صور بعدين هنضغط السهم هذا اللي بالأسفل هنشوف من ضمن الخيارات اللي متوفرة عندنا هنا بعدها هنلاقي المزيد هنضغط عليه ونتجه إلى تطبيق الكتب المثبت بشكل مسبق على جميع أجهزة الآيفون والأيبات هذا التطبيق من قبل هننتظر عليه هنلاقي الصور بكل سهولة أصبحت عندنا كملف بيدي إف بهذا الشكل عبارة عن صفحات مكون من سبع صفحات كل صورة في صفحة مستقلة خلاص الآن أصبح عندك كتاب مكون من سبع صور تقريبا كتاب ملف بيدي إف واحد وأصبح بداخل المكتبة ولو انت مشغل الآي كلاود هتلاقي نفس الملف عندك على الماك على الآيبات في كل مكان الآن لو سوينا تحرير أشرنا على هذا الكتاب هنحصل سهم بالأسفل موجود مشاركة مستند بيدي إف هتقدر تشارك الآن البيدي إف على الآي كلاود على الواتس أب على التليجرام إلى أي مكان أو حتى تقدر تسوي له طباعة أو عندك طبعا طابعة تدعم شبكة الإنترنت أو الوائرلس الآن خلينا نشوف على أجهزة هواوي هو أسهل بكثير لو دخلنا على معرض الصور ومثلا سوينا أيضا تحديد بهذا الشكل تختار أيضا أكثر من صورة على سبيل المثال هذه الثمانية صور الآن هتحصل ثلاث نقاط بالأسفل مكتوب عليها المزيد هنلاقي طباعة تصدير إلى بيدي إف الآن بهذا الشكل هتلاحظ عندك أصبح شعار علامة الدسك لو ضغطنا عليها الآن أصبح ملف بيدي إف واحد تقدر تسميه وتقدر تسوي له حفظ عندك وحتلاقيه عندك في الملفات لو اتجهنا إلى مستعرض الملفات عندك على الجهاز أو مدير الملفات عندك هنلاقي اللي هو ملف البيدي إف موجود بهذا الشكل تقدر تستعرضوا بهذا الشكل أيضا نفس الطريقة وأيضا تقدر تشاركوا بأي مكان فلو أشرنا عليه بهذا الشكل في المزيد عندك المشاركة لو ضغطنا على المشاركة هتلاقي أيضا عندك الواتساب التليجرام البريد الإلكتروني وأي مكان تقدر تشاركوا والآن خلينا نشوف أجهزة السامسونج هو خليته في الأخير شوية لأنه في لفة شوية أيضا هندخل عندنا على استوديو الصور وعلى سبيل المثال أيضا هنختار أكثر من صورة بهذا الشكل بعد ما أشرنا عليها بهذا الشكل هتحصل عندك زرار المشاركة هنضغط عليه وبعدين هنسوي إنشاء ملاحظة الآن نقلي جميع الصور اللي أنا حددتها على الملاحظات كلها في ملاحظة واحدة في ثلاث نقاط بالأعلى الآن حفظ كملف وعندك من ضمن الخيارات كملف بي دي إف تأشر على المجلد اللي حابب تحفظ بداخله والآن أصبح عندنا أيضا كلها كملف بي دي إف واحد كذلك تقدر تشاركها بأي مكان يعني لو اتجاهنا الآن إلى اللي هو مدير الملفات عندك في السامسونج أو ملفاتي هنحصل ملف البي دي إف بهذا الشكل كلها في صفحة واحدة كل صورة في ورقة هنلاقي عندنا اللي هو طباعة أو إرسال الملف مثلا إرسال الملف حتحصل عندك البريد الإلكتروني أو الواتس أب أو التليجرام وإلى آخر وزي ما شفنا مع بعض الشباب بالطريقة جدا سهلة وبسيطة إن شاء الله أكون أفدت كله بمعلومة بسيطة بكذا أكون وصولت معاكم إلى نهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله